في جواب ولا ما فيش جواب؟ في كلام ولا ما فيش كلام؟ في حاجة ولا ما فيش حاجة؟ في حد تفصل ولا ما فيش حد تفصل؟ مش فهم حاجة وبعدين هل في حد عارف حاجة؟ ولا ما فيش حد عارف؟ مقاليش أنا آسف النهاردة النهاردة كلها كده لأنه هل فعلا في حد عارف حاجة؟ يعني الدكتور إهاب الكومي عارف الكلام اللي هو بيقوله حلو جدا الأستاذ محمد أبو الوفا نفى تماما موضوع الاثناشر موظف في اتحاد كرة القدم وان هما يكونوا تفصلوا بسبب الجواب من رغم من الدكتور اهاب لا احنا فصلناهم عشان الجواب عشان هما اللي بيخبوا الجوابات خلاص ده الصبح وبالليل الصبح بالليل والصبح بالليل وكل حاجة ببعض حدش فهم اي حاجة محدش عارف اي حاجة وكابتن شوبر في كلامه مع الاستاذ محمد ابو لوف قال ليه قال له يعني طب كان عندك وقت وتعرفوا وتعملوا فطبعا اسهل رد ان هو ايه لأ انا انا معرفش حاجة وان انا ما عنديش خلفية عن الموضوع طيب انا حسدى الجواب اللي طلع يوم 14 ابريل من اتحاد كرة القدم للوزار ان فيه تعمد لعدم مساندة الاهلي طبعا لا ما هو هقول ايه تاني يعني بعد كل الكلام اللي حضراتكم سمعينه ده هل من الطبيعي ان احنا نسكت ولا هتقوله ان الاهلي بيشتكي بيشتكي بصوت عالي وبيعيط وبيعمل الكلام اللي حضراتكم بعد ما لايه وشجع ان الاهلي رايح ليه ولا انا اسكت نسكت ونطنش ونكبر دماغنا ونبص على اللي بعد كده ونستنى اللي بعد كده تديني على دماغنا لن يسكت احد على يجب ان يكون هناك حد يقولنا لازم حد يطلع ويقولنا يا جماعة من هو المخطئ وحسابه هيكون ايه عندك سبعين مليون اهلاوي من سبعين لثمانين مليون اهلاوي منتظرين هذا الموضوع من هو المخطئ في كل اللي احنا في كل الهجس اللي احنا انا اسف في كل الهجس اللي احنا عمليين اسمعه ده طيب الشهرين عدوا وجيهم 14 جواب زي ده طالع بتوقيع رئيس الاتحاد طيب هو لما تيجي رئيس الاتحاد يطلع جواب زي ده اولا هو مين اللي كتب الجواب ده مين اللي راجعه مين اللي تعمد ما يحطش دوري ابطال افريق هنا السؤال هل حيكون انا شخصيا هعتبر اللي حصل ده هو موضوع يجب ان يتم حسابه او حساب من اخطأ هذا الخطأ اذا كان خطأ ولم تكن ما حطهاش ما بين قوسين واقول ان هي خيانة للاندية المصرية مش للنادي الاهل للاندية المصرية كلها ده كان انجاز ده الكرة المصرية بالمناسبة قبل ما يكون باسم النادي الاهلي ان يكون هناك نادي يصل للمرة التالتة على التوالي لنهاء دوري الابطال ويعمل كده ويفوز به النادي الاهلي اتغلب وخسر البطولة خلاص النادي الاهلي قبل ما يتغلب هذه البطولة ويخسر احنا كسبنا عشر بطولات النادي الاعظم والاكبر وكذا وكل اللي انت عايز تقول قول لكن لكل من يحاول ان يصدر لجمهور النادي الاهلي ان الاهلي دول بكيين وبيتكلموا كتير وبيشتكوا كتير والكلام ده كله هذا الكلام غير صحيح اللي حضرتك شفته وسمعته بودانك مش بوداني اللي الاستاذ دكتور اهاب الكومي قاله الصبح واللي نفاها الاستاذ محمد ابو الوافة بالليل الجواب اللي حضرتكو شفته اللي جوصل الجواب اتحاد كرة القدم ان فيه سبع ايفنتات تقدر تعملهم يا اتحاد كرة سبع ايفنتات اتبعت جواب للوزارة يوم 14 كل اللي حضرتكو شايفينه ده المفروض ان انا كندي اهلي اسمع الكلام ده وخلاص ابص الناحية التانية كده وقول اه ما خلاص بقى الموضوع خلص جماعة عيب والله عيب الحاجات اللي بتتقل دي انا هاعتبر ان دي فيه موضوع فيه حاجة بتحصل ليه الموضوع ده بيحصل فيه كده محتاج حد يرد علي محتاج حد يطلع يقول لي هو اللي حيتحاسب ده طيب لو واحد يتحاسب انا كجمهور النادي الاهلي استفدت ايه على فكرة ما هي كان ممكن جدا المباراة تبقى هنا ولا قدر الله نتغلب برضو يعني ما فيش مشكلة دي كرة كان ممكن الزمالك اللي يبقى في النهائي كان ممكن بيرامدز يبقى في النهائي انا عشان كده بقول لحضراتكم ان دي خيانة لكرة القدم المصرية اللي حصل ده هي خيانة لكرة القدم المصرية زي ما النهار ده كان فيه خيانة اخرى خيانة غريبة دي هتكلم عنها عن محمد الشرباجي هتكلم عنها بعدين لكن اللي بيحصل في اتحاد كرة القدم قبل ما يبدأ حضرتك جيت يوم 11 او يوم 9 زي ما سمعنا في المكالمة كانت حد كرة كان عندك 10 ايام ما كنتش موجود ما فيش حد قاد في الاتحاد يقول اين دور الأستاذ وليد العطار في هذا الامر أستاذ وليد العطار صديقي وحبيبي جدا على فكرة لكن انا بسأل ممكن ما يطلعش هو اللي هو علاقة بالموضوع ممكن يطلع فلان علان اي حد لكن هل اللي بيحصل ده طبيعي عايزينا نسكت حاضر انا شخصيا لن اسكت لن تسكت قناة الاهلي على اي شيء بيحصل ضد النادي الاهلي ومهما كانت الظروف والامور رغبت لما نشوفه مين اللي عمل كده ونحسبه قدام الجميع قدام الجميع سيد الوزير طلع وقال يا جفاعة انا جالي جواب بخمس حاجات اقدر اعمل مش بسبعة ما فهمش دوري الأبطال كلنا قلنا طب خلينا نشو ظهر الجواب ده النهاردة مستنى ده لازم انا شوفته في فيتو الحقيقة في موقع فيتو هل نعتبر ده خيانة لأندية المصرية من اتحاد كرة القدم زي ما حضراتكم عايزين زي ما حضرتك عايز تقول قول ادي الحاجتين قدام حضرتك يعني تقدر توقف وتتفرج وتشوف هل اللي بيحصل ده على الشمال كانوا سبعة على اليمين اصبحوا خمسة فقط فحاجات غريبة جدا بنشوفها هذه الأيام وامام حضراتكم وانا منتظر الرد عايزين نسكت في هذا الامر حنسكت حاضر عايزين نسكت حنسكت انا بكلم جمهور الاهل لكن عايزين نكمل انا حفظ المكمل وكل يوم حسن من هو المسؤول عن هذا الامر ترجمة نانسي قنقر